لكن حياة الناس هتتغير فعلاً أولاً لما سيسي يمشي لازم الراجل ده يمشي مبدئياً ده أول بسم الله الرحمن الرحيم كده ده لازم يمشي حياة الناس هتتغير لما الراجل ده هيمشي الباز هيبطل كذب وينصب عن الناس لما الراجل ده هيمشي هنبطل نشوف نمازج زي نيرفانة فاضل والنصب بتاعها وبيع الوهم للناس حياة الناس هتتغير بوقف طفان الغلاء وتحسين واقع الناس المؤلم بدل ما الناس بتموت حرفياً كل يوم ولا ينفعها طاقة إيجابية ولا بسمة حكومية العيال بتموت العيال بتموت فين طيب الحياة الكريمة وتكافل وكرامة شوفوا الفيديو ده كده أنا المواطن محمد العشر مجاهد المدنة من الجمالية ده أهلي معاك معيني معايا زوجة مريضة سرطان معايا أولاد تعبنين بقى لي خمس سنين باقي الشؤون الاجتماعي الناس جات بعدنا بعدنا وعملو لهم الورقة وقابضوا وتكافل وكرامة احنا مهجرين وعندنا عيال ومش لقيين نهكلهم وهنا الناس حتى الجماعات الخيرية بيسرقونا والجماعات الخيرية ما بتقدمش خدمات نجد للشؤون يقولك ما الناس سلطان عليهم عايزين نعرف مين ليه سلطان في الموضوع ده ومين يا حاسب الناس دي اللي الساعة على الوقتي تفاول ايه تفاول ايه وانتو بتقطعوا يعني بتقروا كمان على الناس في برامج تكافل وكرامة ودعب خانشوف النائبة ساميرا الجزار بتطالب بالتحقيق في توقف برنامج أطفال وكبار بلا مأوى ادارة حياة ايه ده انتو خليتوا القريب قبل الغريب يضرب نفسه مليون جزمة على انهم انتخبوكم يعني ادارة حياة ايه الناس اللي انتخبت وسدقت الوهم اللي باعوا السيسي للناس النهاردة الناس دي لدمانة شوف يا نيرفانة ده اسمعي كده طب فين بقى حركة تمرد فين بقى ابنود حركة تمرد اللي أنا وقفت وتعبت وكنت باخد بابا التوقعات من الناس دلوقتي باخد على دماغي دلوقتي باخد على دماغي تمام انت وصلت البلد لحالة ما يقوس منها وصلت البلد لان حن itís أقسم بالله إن تأدرت باقتدار والحكمتك والسياستك والفنانينك والعلميينك والسياسيينك والسياسة لحضتك تتمحى في البلد إن أنت تنتزع مننا أهم شيء وده يعتبر أمن قومي إن تأدرت تنتزع مننا الانتماء للبلد لديته على السعيدي ولديته على ابن عامه البورسعيدي ولمت وشامة بلسكندراني وعملت أفلام وعملت ولمت الجلة قديمة تخزوها أنا كلنا قديمة مش في حد عارفها الكريب ولا حد عارفها إيش والبيل اللي بسيكنا بقولك انت مش هيكفيك 10,000 جنيه في الشهر وانت بتقبض 2003 أصلا طب انت عارف كده الشعب هيكل منين يا ريس الملالابة يا ريس انت بنيت قصور بنيت كباري قلت هعمل قصور رأسية ولية دا المصر فيه المصر دي الناس اللي خادت الخزو اللي طلعت وخادت وممستطلتش في المال عكرة زي ما حد كان بيقول ده واقع الناس فعلا يا أستاذة نيرفانا الناس مش تلاقيها البيضة ورغيه في العيش البيضة باربعة جنيه ومحدش عارف يعيش مش كلامي اسمع الكلام ده كده بنوجه رسالة لسيادة الرئيس والسالة للقائمين على البلد حيني مجرلكم يا جميعا اللي بطول فيها هو ما يشيرش خرص بالمعنى المصري ما ينفعش بالمرأة ما ينفعش خرص اللي انتو بتعمو ده ما ينفعش يا جماعة لا ما ينفعش الجماعة انتو دلوقتي خليتوا البلد يعني بصوا يعني نزل تحت الطيل يعني احنا دلوقتي خلاص احنا وصلنا لدرجة السر احنا النهاردة اللي مع خمس عيال بيصرف ما يقارب اليوم عن 300 أو 350 جنيه حرام حنجيبهم من اين حنجيب المبالغ دين نين النهاردة ابن اللوى وابن الزابط وابن المسؤول وابن المطرب وابن الممثل وابن ما رش عارف مين هم دول اللي عايشين في البلد دلوقتي ما فيش حاجة اسمها زيساوي ما فيش حاجة اسمها مرساوي ما فيش حاجة اسمها اخواني دلوقتي احنا في وضع بيصو وضع زيبطي جمعنا عايز افهم ده كده بجنز زي ده كده ليتحطي البطء واحد ما يبنشي ده كده بجنز زي بجد حسب يالله ونعمل وكيد سكل زولمسك البلد دي